لو عز الحسنة والأمر بالمعروف حنصالح الدنيا على دين جميل مقلوب فينصر المظلوم ويطعم المحروف ويطمّن الملغوم اللهم أصلي وسلم علي بسم الله الرحمن الرحيم لكم التحية السلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم الرابع من رمضان عبال الرابع والعشرين يا رب والسابع والثامن والتاسع وزكاة الفطر انطلعها وفي لقاءنا بنقول كل يوم لا يغرنك وهذه المجموعة من الحلقات بنقول لا يغرنك الشيطان ولا يغرنك بالنون الخفيفة الشيطان بالله تعالى فتفهم أنه غفور الرحيم على المدى وأنه لا عذاب عنده وإن اللي يقول أستغفرك الملائكة بتستغفر معايا جدع والكلام كله الغلط اللي احنا فاهمينه ده لازم نقول حضركم نقول لازم نقول ربنا غفور الرحيم وشديد الاقام لازم نقول ربنا لازم نقول كل يوم كل دقيقة ربنا رحمته واسعة جدا وعذابه أليم أليم جدا لما تغيب عنا جزئية من الجزئيتين دول الدنيا كلها حتتنايل بستين ألف نيلة الله غفور رحيم الله غفور رحيم الله غفور رحيم ولما تقول ربنا شديده العقاب إلا بتعيش على خوف اجتماعه الرجاء مع الخوف دي معادلة الإسلام فيش كلام فيش كلام هتؤيزي جنكحة في الدنيا الست لو تعودت على الراجل وداته على دماغه هتدله الصبح على أفاه وبعد بكرة على ودنه وبعد بعد بكرة خلاص انتهت والراجل بقى فسوخة والحياة بقت فشلة وحيقتلها في يوم من الأيام والراجل لقوا عديد الستة على أفاهة طول العمر في يوم من الأيام حتقتله حتتنايل لازم كل واحد يعامل التاني بحب ورغبة ورهبة وخوف فوقت واحد لازم الراجل اللي موجود ده نخشى غضبه لأنه ممكن يكون صاحب قرار يضيع الدنيا كلها ما نقولش بقى ده تافه ده دلدول ده ملوش كلمة ده ملوش رأي ده ملوش شخصية وابا 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 حكيه له ساعة يعمل عمال جبارة جدا قلت لكم بارح إن إحنا اللقاءنا النهاردة حوالين سكة من سكة الجهنم عشان بس ما يغرناش بربنا الغرور وقلت السكة هي إيه وبعضوك وجاوب بالليل وانسني بعبارته الجميلة جدا السكة دي اللي إنا قلت حيبقى فيه عمود نار ربنا حيصلته على قلب على قلب شوف تخيل البني آدم شوف ربنا بيعمل إيه شوف ربنا بيعمل إيه يجيب البني آدم يفتح سدره في جهنم سدره مفتوح وقلبه يبقى باين كده ويسلط عليها عمود نار من جهنم بتاعته مش جهنم بتاعتنا بنزين وقزوت وجز وسخ لا شوف قال عليها إيه نار الله عل صوتك بقى وقول ربنا له نار يا جدعان ما ليه فلانا اتخطفت يا جدعان ربنا له نار يا جدعان حل بقك بذكر الله ما هو ده ذكر الله شوف نار الله يبقى جنة ونار والجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وجهنم زي كده بالزبط لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يشق سدره ويسلط عليها عمود من ناره من ناره يعني من نار ربنا وشو بقول عليها إيه في الصورة ناره الله المو قدة يعني ما بتتطفيش مش عاجة بتطفيها ومش هيجي لها يوم وتنتهي لا خلود زي الجنة ما هي خلود المسلم يتعذب شوية تلاتة مليون اربعة مليون حسب خطاياه ويروح على الجنة يعالم بعد قده بس فيه ومن يعمل متقالة درات شرا يرى عمود ويحطه على القلب وانا بفكر في الصورة بتاعة الهومزة ليه ربنا قال التي تطلع على الافئدة لان الفؤاد او الداخل يعني عموما سيبك من قلبه وبتاع كل حاجة واحدة الكيان الداخلي ده المخ الصدر زي ما تقول قول بس اللي جوه ده هو الكنترول اللي بيحرك البني آدم يعني جواك نضيف ده حيبقى نضيف اللي هو لسانك اوعد صدق بقى واحد يقول لك ايه هو لسانه وكده بيسسأل بطايب دي اللي تأدب اللي بقول الكلام ده إيه لأني لا يمكن واحد من جواه يبقى طايب بس اللسانه زي فر لا لو كان طايب كان لسانه بطايب لو كان جواه نضيف يبقى الثانه نضيف إن الكلام لفي الفؤادي وإنما جعله اللسانه على الفؤادي دليلة متفاعل اه يا با يبقى اللي جوه حيطلع باللي بر اللي جوه تعبان اللي بره حيبقى تعبان اللسان حيبقى زي زي فر مين اللي حيدخل الناب ده وسكيته ايه الهمة زلومة انت عاربين الهمة زلومة ده ايه اللي وشه وبقه شغال حركات اللي هي كلنا إلا من رحم الله عارفين شوف شوف فايدة الكاميرا شوف فايدة التلفزيون امسلك الهمة زلومة والهمة زلومة بقى ومنهم من يلمزكو في الصدقات باللسان يعني واحد يعيب عليك باللسانه ده على طول في جهنم سكيته على طول والنار في قلب واحد كل ما شوفه اهو ده اللي حيدخل النار وسيدره حيدفتح والنار حتدخل على قلبه ونشوف آية قولي يا آية آية هذي احنا قطعنا كلامنا عشان آية وراح تآية سلام عليكم وعليكم السلام علوا الصوت شوية عموما في كل المكالمات الله يرضى عليكم قولي يا آية اه انا بقى تسأل حضرتك يا دكتور دلوقتي آية آية ممكن اخذ من وقتك انا تلت سواري بالزبط حق الزوج على الزوج حاضر حقول يا آية ركزي بس ركزي يا آية نعم انت قابلك في حياتك اللي هو ما زلوا ما زه في شريعكم ببيتكم في عليكم اللي هو كل شوية وروا آية ويشي وروا آية ويشي فات في حياتك يا آية اللي كل ما يشوفك يعمل لي كده لا انا بسأل على سؤال واحد انا عارف انا بسألك انا سؤال انا هقول لك حق الزوج ايه حق الزوج اللي ما بيصرفش تسمعي كلامه والطوعي يطلق ايه ما هو احنا بنعمل ايه احنا عايزينه انت ما بتصرفش يبقى ملكش علي حقوق غلط انت ما بتصرفش تطلقني يا واد يا ولادي فهموا دينك يا زوجة بحكي وحكيكي يا مفيش الزوجة خالف ده الدين اللي لابد يتفهم يا حضرات يا ايها الصوم جمع صائم مفيش حاجة اسمها انت بتعمل لي كده يبقى ما تقوليش تاني اعملي كذا لا ده يقولك تقول ما انت عزين ما يقولت لازم يقولك ايه هو طب ما هو ما بيعملش سي بي سي بي يا جواز يا طلاء يا جواز ايوان مفيش حاجة اسمها وطبيعي فيه مشاكل وكل بيت فيه مشاكل كل بيت زبالة كل بيت تعبان كل بيت يقول فيه عندي مشاكل يبقى بيت متخلف مشاكل ايه مشاكل الحياة برا البيت الراجل يعانيها برا ويدخل من الباب يقول حبيبتي وهي تقوله الدق الأمرة طالعة نهاردة ربعة مين قال نهاردة ربعة ربضان ايه نهاردة اول ربضان نهاردة اول حاجة جديدة في حياتي وهو جاي ببرة كلاكيح قد كده ملهاش دعوة ايه زكيلت صاحبة عقلي نور بقى وعايز ياخد رأيها وبتاع يبقى دوروا في الملكونة بتاعت المطبخ لو عندهم في المطبخ ملكونة صغيرة يعودوا فيها كده ويتنقشوا بتاع انما بيت ايه اللي فيه مشاكل احنا مستعدين من قبل الجواز انه حيبقى فيه مشاكل اقسم بالله انا ليس ايه اللي اصطف بره قولوا ياولاد كلام كويس حيحصل لان انا احفظ الحديث اللي بقول الكلام ده قول انا ربنا حيكرمي حيكرمك قول ان شاء الله حيحصل طلع اشاعة ان في بيت بيخطبوها حتتخطب بعد عشر تيام طلع بعيد عنك اشاعة اقول ايه ده مش هتتجاوز عمرها بيزن لا مش هتتجاوز عمرها لان البلاء موكل بالمنطق يعني بالنطقة النبي قال كده احنا عندنا امل نشتغل بعد رمضان يومي عندنا امل لحد قالينا من القناة ولا احنا بنورط حاجة فخلونا نقول كل يوم ان شاء الله احنا حنستمر يومي بعد رمضان هيه بإذن الله حنستمر يومي بعد رمضان هيه ان شاء الله الدنيا كلها هتفكر تخلينا يومي بعد رمضان لان الدنيا معجنة واحنا عندنا مادة علمية كافة 40 ألف سنة فعايزين نقول كل يوم شابطر ونعلم الناس دينا لا القناة قالت بعد رمضان يومي ولا حاجة احنا بنتوسم احنا بنيحلم خلينا نحلم بالخير وربنا قال سيجعل الله بعد عسر يسرى وقال إن مع العسر يسرى وقال لا تدري لعل الله يؤديته بعد ذلك أمرا صورة المستقبل في القراء الكريم في منتج جماعة يا آية الزوج اللي ما بيصرفش عليكي لازم تبوسي إيده وتقول له يا حبيبي ويا روحي والدلعي وتعملينه الفزدقية اللي ما حصلتش إزاي وإد إد سيبيه يا آية يتكوني إيوان وانت راضية بالعيوب فانت حرة يتقولي برا وبعيد الشر يا رب يا رب يا رب يا رب ناكو براهيم يلا يا بو خليل يا الله السلام عليكم وعليكم السلام كل السلام وحضرتك طيب مسيادتك يا فندم بالصحة والسلام والله احنا بنحبك اوى دكتور على طول بنتفرج على حضرتك ده يشرفني يا بو خليل وناخد من حضرتك طبعا الموازن الحسن ده بيشرفك يا بو خليل والله انا عندي اكثر من مشكلة وياريت صدر حضرتك ياتسع لي جدا والله لا تتخالي يا براهيم ربنا خليك يا براهيم والله المشكلة يعني انا اول سؤال ايها مرتبط بالوقت اللي كانت لسه بتكلم حضرتك فكرة الزوجة اللي هي ممكن يحصل مشكلة بينها وبين جزع ما تعملش اي حاجة تخص جزع جوه البيت غير لما المشكلة تتحل لا غسيل لا اكل لا شو لا اي حاجة ولا حتى كلمة كويسة ولا ترد عليه لو نادى عليه بالزبط يا دكتور وتلاقى سايمة رمضان تخيل وتلاقى سايمة رمضان طبعا ما بتصلي ده دينه ممش مش ها والله العظيم ما هو دين ربنا ده يا دكتور رب جوايا رب جوايا حاجات وحشة كتير اوي طبعا وخلاني اتعامل بنفس الطريقة بل اصعب اللي هو لما بقت حسن مشكلة حتى لو انا عاوز اروح اراضيها حتى لو انا غلطان حتى لو اي حاجة ببقى تقيل اوي ومش عاوز اروح ومش علي ان انا عارف رد فعلها ايه وعارف وعارف طبعا بي حاجة ومش عارف هتعامل معها ازاي وصلتنا لاني مرة خلتني حلفت عليها بالطلاق وبعد ما حلفت بالطلاق عملت اللي انا حلفت عليها منه وانت عملت كده اه انا عملت كده قلت لها روح انت طالق وبعدين اتدخلوا ناس كبيرة وربنا قدرنا وقدرهم والحمد لله عشان فيها ولاد وحلنا القصة تاني مرة برضو حصل مشكلة والحكاية والرواية والكلام ده كله في نص الكلام لو انت راجل طلقني اه لو راجل منتهى 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 الغضب روح تقيل لها انت طالق ودي كانت تاني مرة اه اه انا استقيل اوي على اه او عجيب سرط التالتة ابراهيم نعم او عجيب سرط المرة التالتة اللي ارضى عليه لا ما حصلش التالتة بس هو انا ليا سؤال صعب جدا يا دكتور انا لحد النهاردة بصراحة لا قادر اروح اسأل لحد ولا قادر استفسر ربنا هاداني لحضرتك الفكرة ان هي حامل فجينا اول ما بقت حامل طبعا انا عندي طفلين واول ما بقت حامل انا يعني شغلي يوم بيوم فمش قادر ان انا اتعامل مع الموقف يعني ربنا بيقدرني عليه مع ولادي اللي انا معايش معهم دلوقتي اللي امم اللي اتنين بعمله فمش حامل عيل تالت انا بفكرة ان انا مش فكرة ان انا عايز اخلف وخلاص او ان ده ربنا رزقني بيه وخلاص او ان احنا في ايام مفترجة او الكلام ده كله مش مش هو ده اللي بيبني انسان او هو ده اللي بي ربي فانا في الساعة بغضب من النرفازة برضو انا عصبي جدا قلت لها علي الطلاق بالتلاتة لو خلتي تبقي طالب بس انا من جوايا ان هي لو خلته بس انا نييت يا دكتور وحتى لو قلنا يا ابراهيم عليها الطلاق ده مش يمين طلاق ونييتك وغير نييتك والحمد الله انك انت ما قلتش انت طالب ولان انا ماخرك فعالية الطلاق حطلق قبل العيد عالك احكى ابراهيم لان مرتك اساسا برضو كل موقف لا بتكلمك ولا بتعمل حاجة الا لما تعمل فانت عصبي وهي بتزيدك عصبية وحياة ما تبقى وحشة لا يا ابراهيم ان شاء الله اللي جاي ده بإذنك يا رب يكون أوسع الاولاد رزقا يا حبيبي لا يا جزء اسقاط الحمل الا اذا كان فيه خطورة على حياة الام غير كده لا انت حملة ثالث ورابع وخامس وثالث وكنتش من الاول اتجوزت اساسا ولا جبت عيال ولكن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته احنا ما نقدرش نقول حنجيب عيل عشان نربي كويس ولكن نقدر نقول احنا حنموت نفسنا من الشغل عشان نربي سبعة ولو جنات مين نبقى حمدين ربنا عليهم مراتك غلطانة زي ناس كتير جدا اللي هي اي حاجة تحصل ستوب روس لوارا لغاية لما المشكلة تتحل لمعاشرة ولا غسيل ولا طبيق وزيك البيت بيبقى ريحة وحشة الاجواء اللي فيه وحشة كايبا اعملوا حساب كو البيت وانا قدر عبر وانا استاذ طبعا حرفي يعني يعني ميكانيك الصنعة وزيك يا ويل اللي عايش معايا على فكرة لاني انا مش بطنش بقرة والقراءة دي بتجرحني وحيعود جرحي على اللي معايا يا قريب يا من بعيد يا من قريب يا من بعيد ما كانش نهاردة حيبا بعد السنة واحدة فيه ناس ما عندهاش القراءة دي فهي ممتعة انا واحد من الناس بقول كده بعد خبرة سنين بعد علم سنين اي بيت فيه كآبة والله العظيم ربنا ما بيرضى عنه ولا فيه ريحة البركة وعشته زي عدمها بصد لازم يكون فيه بهجة في البيت احنا مش فاهمين زي ما قلتلكو احنا مغطرين وانا اول مرة بعد ما خلصت كتاب خلصت كتاب لا يوردك فكرت في ان فيه غرور سلبي انا ما كتبتش عنه ولا كلمة مع الاسر يعني غرور سلبي يعني زي ما بقول ما تغرقش كتر الفلوس ما يغرقش ان انت منتش لاقي اه بكرا الفرج يجي لك بتاع ففيه دي وفيه دي الحقيقة الناس لما تاكلوا يمكى البزر وتشربوا يمكى البزر وتناموا يمكى البزر دي بتقول يا سرطان تعالى والله الامراض حتنتشر العلل حتنتشر كراهيت ربنا حتنتشر على فكرة وكراهيت رمضان انا 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 واقدر اقول اكره رمضان امتا مين اللي كرهني في رمضان لما يبقى الفطر مفيش لقمة والسحور مفيش لقمة وحن السحري وحن يعمليه كله هات 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 اللي قطع رمضان ولي جابه رمضان مين اللي كفرني مين اللي خلاني قلعن الايام وانا ممنوع ان انا قلعن الايام وانا بتكلم بلسان الامة بلسان ملايين بتقول الكلام انا صليت جنب واحد وقلت الحضرانكم في الموعزة الحسنة من سبع سنين كان وهو بيقول سبحانه ربي العظيم بيقرى التحيات لما شافني قاعد يعيط في سيدري وقال لي مش قادر الحاجة طلبة وطلبة 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 قلت له هات كيلو عدس وكيلو طمر اقسم بالله رمضان ممكن يتقضى كده معا ان احنا ان شاء الله عاملين فطار في الستوديو هنا يوم الاتين الجاي ان شاء الله عاملين نبدع كل واحد هيجيب ايه وحنعمل ايه ونعمل لما واكل بلد وصلوف لكن والله ممكن رمضان كله ينتهي بعتس كيلو عدس وكيلو طمر طمرتين عند الفطار ومعلقتين عدس وحلو هتنجيبنا زي الفل انما مين يا عم دا احنا صايمين يعني مفتريين الحاجة اللي هي شايفة جزها مايقدرش يجيبه كده لازم تقول الله عملك الحمد وتفرحه وتحسسه برضه بقيده راجل وقيده حيته وقيده زي الفل وما تقارنش وما تقولوش اخت بتفتر الشيء والمقالة وبالتعملت بتشرق بتفتر المقال وقوقه عشانه قوقه وامو مين امو مين امو مين امو احمد اهلا يا امو احمد قولي قولي يا امو قلو يا سين يا سين يا برك طب يلا اقولي اهلا جسافة كل عم انت طيب يا بركة يا مبروك كل لحظة وانت طيب يا بركة طب الحمد بني عايزك يا رب عامل ايه انا اقولو بني عايزك بني المواده والرحمة الايه يا قطيب مالها المواده والرحمة اه هي اولا طبعا انا مسامع بس كويس ان سمحت المواده والرحمة اما حد يقولي على فكرة انا بقيت ديوقتي اكتر خبرة برضو من اربعين سنة فاته فين المواده والرحمة بقولهوا طالحهم من جيب �ettu اصلا ده من السؤال فين المواده والرحمة اهوا يلا اوه ادي المواده ايه وده الرحمة في الجيب التالي فين المواده والرحمة في البني ادم اللي اللي عرفتي تخليهه ودود ولا رحيم يا هو اساسا من الاول اللي عنده مواده والرحمة وانت زغلتي لي يا اما يا دي فين سأل ليش السؤال دا يا انت حطمت اهله ولغيتي من عنده ريحة المواده والرحمة بسوءك ويريت سوءك اللي انت معترفة بيه ماحنا عندنا قضايا قد كده يا جدعاء منها اهمها ايه ان اللعاء اللي بيقول يا رب تعيسني وما توفقنيش مع استاذ دكتور مبروك عطيه ما بيقولش انا غلطان لا انا انا لا ما قلتش انا لا ما عملتش انا لا انا 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 خلاص خليكوا بقى كده لا مواده ولا رحم يبقى الغابة في الطرف التاني يا امه مبروك عطيه ابتداء مولود لا قدر الله في بيت ما فوقش رحة المواده والرحمة ومع هذا جيه يقولك تعاليلي يا حب تعيني قلت له يا قلبي ما انتوا اكلش هات حافظينها على فكرة بصوا بصوا اعلمكم حاجة لله قبل ما تقول لحد يا روح روحي فاكر في اللي بتقوله ده روحك قبل ما تقول لحد يا حبت قلبي من جوه عيد النظر ده انت تاثي ده يبقى قلبك البتاع ده اللي بصوش تلات ابيض ما تقولش الكلمة الا اللي يستهيلها عشان ما تندامش لكن انت بتقولها عارف ليه لانك مش حاسسها يا باشا انت حفظتها المشلشلات بتقول كده انت قلبي يا مونة انت روحي يا حماد خلص انت حفظت من المشلشلات فقلت يا حماده حماده ده كان كمال الشناوي اللي طالع مثلا دكتور وشاب امور وبسوق العربية سوق على مهلك هتقول لي واحد بسوق حمار سوق على مهلك ما هو النبي اللي عالج الحكاية قال ان المنبتة لا ارض انقطعة ولا ظهر ان ابقى سواء كان مع الحمار مع الفرس مع العربية فكروا في اللي بتقولوه هتضربوا نفسوكو بالوردة بتاعته والنعناعة كتير قوي قبل الفطار هتعملوا كنحنان حنة قولي يا حنان في مشكلة في الصلاة لما قولي واستنى شوية بداي قوي بيبقوا صايمين يلا قولي يا حنان وعليكم السلام وعليكم السلام يا دكتور مبروك والله يا دكتور مبروك انا كنت عايزة يسأل فضلك على حاجة انا بنتكت السنوية عنا معاكي والله ايو يا دكتور مبروك بنتكت السنوية عنا السنة اللي فاتت وبعدين هي كانت يعني بتذاكروا المقتها دو شطرة جدا وبعدين ما جت طلعت النتيجة وكده فالمجموع ما جد لاشه كلها اللي هي اللي عايزة تمام فعملت لها تظلم فيه تضحيف قلب الدرجات فجت لها الدرجة اللي هي عايزة فدخلت كلها اللي هي عايزة بس طبعا على ما جت الدرجة دي قاعدت حوالي تلات شهور هاي بالوقت زيها انا بكلية جدا نقرها بكلية جدا وحاست بحالة احباط فضيع هي كلية نظري ولا عملي انا مش عارس عميلها ايه هقولك هتعملها ايه هي نظري ولا عملي كلية لحظة واحدة لحظة واحدة هي نظري ولا عملي هي في قولة صيدلة اه طب عملي يعني كلية عملية اه اولا الصيدلة انا ما قابلتش فيها حد جايب اقل من امتياز قال لكل بتوع الصيدلة واخدين امتياز حاجة غريبة وقسم عندنا في قولية العلوم اسمه بايولوجيبين كله جايب فيه امتياز يعني اللي قال عقلية علمية بلاش اقول حاجة تانية العيال العقلية علمية محتربة وكويسة جدا اعودي مع بنتك اسمعيني انا بكلمك ومش هاخد اكتر من دقيقة انتو اللي بتعطلوني وبتضيعوا الوقت اعودي مع بنتك اعرفي السبب يا امه هي تخمت في الكلية غير راضية عنها حد دقيقها هناك عيل شغالها هي زهقانا حالة زهق وحد فوق دول اللي يرضوا ربنا لان انت عايز حد يا اقتي يقولك ايه بس حد عمل لها عمل كفرنا كلنا ويلا نفطر احسن ونتغدى بلا صيان بلا وجع قلب مفيش الكلام النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لأ واحدة بتبكي قال لها ايه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال لها ما الذي يبكيك اجائعة انتي اعريانة انتي هيتو لأ خدوا ابني مني راح مرجع لها ابنها خلصة البروبلم فولستوب ومشيت الحياة جميلة احنا عايزين اللي انت وني عاجل ونقول ايه فيها ايه ده محسودة والله الحسد ما بيعمل حاجة الا في الحاسد تيحسدك هو اللي يموت بحصرته يعين يخبطك عين يفلأك طلع عنها جنيه صداقة لو انت بتحب سيدنا محمد ولا تعمل لك حاجة العين لو طلعت خمسين قرش صداقة العلاجة هو احنا مش عايزين البنت ممكن تكون داخلت الكلية اتعرفت على عين في 3-4 أسابيع ميل بغتها وجاب لها عقد نفسي وبحبك وبهواكي والشات والدنيا في 3 ثواني عملت قصة حب وهو لعنده 4 جدران ولا حيجي تجوزها وقال لها باي باي عيوني او هي شافيته معجب بصفحة من الصفحات المعفنة فهي تبقى دخل على الصفحة دي ويبقى وهات مش كويس وتوهامت ممكن جيد 3 ثواني القصة بتابدأ دلوقتي كان زمان بتاخد لها 30 سنة 3 سنين نظرات لسه فالابتسابة في الحيد الجاي بعد 3 سنين كلمة في جوابه المرسال ياخد الجواب ويوديه مرسال مين يابها دلوقتي ده هو في الشيكي طلب صداقة وفقي خلاص بقينا حبايا بالصبح انا اللي بعتلك مبارح اقاقو اقاقو واقو البعض لغاية لما اجيلكو الكنصر فبنتك ممكن يكون عندها عزوز يال يالله يعاز السلام عليكم معليكم السلام ورحمة الله وبركاته انا مبدوك ازاي حضرتك واستنع حضرتك صحيح الله يستورك ستعلم اه والله انا عندي كده مشكلة انا كنت في العمرة انا وجوزي وبناتي وبعدين بنتك كبيرة حصلت مديني وبينها كده مشكلة اه نرفزتني قلناها سكوتي سكوتي مكتو سكوتي المهم دعيت عليها في الحقيقة في الحرم النبوي وكان اذان الضغر قلت لها ريح اللايك لا يكسبك ولا يربحك من حرقتي من اللي عملته فيها وانا طب احبها جدا والله ومش عارفة ايه اللي خلاني عملت كده ومن ساعتها والله مش هقول لحافظة بسعلا الدعوة اشتجابة وربنا مش موافقة حاجة ابدا ويعني عارفة انا نفسي انا زعلال عليها معلش معلش قلت استغفره ربكم انه كان غفارة انت استني يا حبيبتي انت قولي ورايا بس اولا دعوتك لم تستجبت هي وفقت قدر ربنا وما وفقتش قدر ربنا كبا الخير جاي للبنت بعد المكالمة دي على طول الخير حييجي حتقولي ورايا بس استغفر الله العظيم مشت ليه كده طب قولي ورايا قولي ورايا استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم حتقوليها تلات مرات استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم اللهم لا تؤاخذني لا تؤاخذني ببادرة لساني ببادرة لسان في ابنتي وأصلح 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 كل أحوالها كل أحوالها ياد الجلال والإكرام اختموا الدعوة بياد الجلال والإكرام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل دعاء الختم بياد الجلال والإكرام مستجاب إن شاء الله وأمي لما تندم بين يدي الله ربنا مش محضر شرطة يقول لا القانون بقول كده توز فيك ربنا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أنا بقول استغفري وما تقوليش الدعوة استجاب أبدا أنت بادرة لسان وربنا قال في سورة يونس لو حبيت تقريها الآية يمكن 14 أو 15 أعتقد إنها 14 ولو يعجلوا العليمين في مصحفي أنا ولو يعجلوا الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم يعني ربنا ما بيستجبش الشر بسرعة وبعدين الحرم ملان شياطين وملان ملائكة والمسجد النبي هو ملان شياطين وملان ملائكة والدعاء في الحرم زي الدعاء في أي مكان خلقوا ربنا الراكعة اللي فيه بمئة ألف لكن الدعوة اللي فيه هي الدعوة في أي مكان خلقوا ربنا بلاشه النبي تحملوا دينكم ما لا يحتمل وبلاش ندخل في الدين ما ليس فيه النبي عليه الصلاة والسلام كان في المدينة في الجامع بتاعه وجه الشيطان يفسد عليه صلاةه في قلب الجامع يعني يفسد على النبي صلاةه وده حديث رواه مسلم فيه صحيح والشيطان كان بيجتمع مع الكفر في قلب بيت الله الحرام في قلب الكعبة ما فيش مكان خالي من الشياطين ولا خالي من الملائكة ولا المكان له قداسة معينة إلا زي ما قلت من باب تفضيل الله بعض الأماكن على بعض نحن لا نعبده البيوت ولا نعبده المساجد حتى ولو كان البيت الحرام وإنما نعبد الله الذي يمحو ما يشاء ويثبت وعده أم الكتاب أنت إن فعلت وكأنك لقاتها فرصة الشيطان كان قدامك ساعتها وقال لك ادعي على البيت لا تكسب ولا تربح عموما لا تكسب ولا تربح لتنين بمعنى واحد وممكن ربنا يستجبها بما فيه مصلحة للبيت ما تكسبش حاجة فيها شر ليها ما تشايلش نفسك فوق ما تحتملي وتحملي نفسك فوق طاقتك وتقولي أنا دعيته الدعاء مستجاب والبيت مش نافع كده بتورسي كره البيت ليكي طول الحياة معين البيت ممكن تكون فاشلة وفشلها هو سبب خسرتها وحتوفق بإذن الله وكلنا دعاء ليها وللي زيها إن ربنا يصلح لهم ويكسبهم ويربحهم ويبعد عنهم شياطين الإنس والجن إنهم وليوا ذلك والقادروا عليه أنا سعيد جدا للسؤال ده ولإنك قلت ورايا واستغفرتي وإن شاء الله ربنا نعم قول يا مونة المخرجة بتقول عندنا فاصل برضو في التلات سواجي بدل ما قولها هاها حقول في هذه السواجي اللهم اجعل شر ما دعوناك به خيرا تبدله أنت القادر عليه ولا يؤثر ذلك في ملكك شيئا تقبل منا وقبلنا وعلى طاعتك عينا وأصلح أحوال أبنائنا وبناتنا واستر زرياتنا وعورتنا وآمن روعاتنا واحفظنا من بين أيدينا ومقالتنا قصد قصد جدا أنتم من التقفان انتظرونا حبيب الله حبيب الله صلى الله وسلم وبرك عليك وعلى آلك ورضي بفضله عن أصحابك وأتبعك بي 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 بإحسان إلى يوم الدين معي أميرة ومعي خلود ومعي محمود نبدأ بأميرة ونقول قاله قاله مش بقول لكم طيب خلود طيب أبو حنفي طيب أتكلم أنا وأقول لا يغرنك إن ربنا رحمته واسعة وتعود تحرك بقك وعايز أقول لكم معلومة تساوي تقريبا 8 مليار دولار دهب إن ربنا قال ويلون لكله مزات اللي هو مزات ويلون يعني عذاب شديد أو الصديد بعد عنك اللي هو خلاصة عصارة أهل جهنم مش عصير فرش ولا حاجة حاجة مؤرفة وبتغلي ويحط ربنا أبو بؤي ده فيها وأبو لسان عمال يقول إيه طيب طيب أما نشوف أه أبو نكتة أبو هيا فأبو تعالي أشوف ربنا بيعمل إيه في ده يا إلهي لأنه بيفتح سيد روه ويبعث له عمود من جهنم يأكل قلبه اللي هو كان شغال ده فأنا عايز أقول لكم معلومة الغالية اللي هي هومزة اللومزة ده بيسموها لوازن فوعلة يعني هي لوازن فوعلة يعني صيغة مبالغة يعني لو سيادتك مثلا لا قدر الله اتأمست كده بوقك مرتين في عمرك ما تبقاش هو مازل ومازل إنما الهومزل ومازفد عنك بقولك صيغة مبالغة يعني هو والهامز واللمز روحين في سكيبة روحين في زكيبة أنا وحبيبي روحين في زكيبة إيمان البحر ده رويش فيبقى هو والهومز اللومزة روحين في زكيبة يعني يمكن ينصح من النوم لو ملقاش حد يتمقلت عليه يتمقلت على أمه ولو مماتت ودعولها بالرحمة اللي يعلمته الهومز اللومزة وملقاش حد يتمقلت عليه يبص في المراية يقول إيه ده شكل ده ويعمل كده على روحه حتى لو عملها على روحه على فكرة حيخش النار وحيتفتح سادره وحيروح له للعمل لأن ده خلق مرفوض حتى لو على روحك يعني لو واحد بيزخر بالنفس كان زمان أحد أصدقائي مش أصدقائي أحد أصحاب الفضل عليّ الأستاذ فتحي سابق ربنا يديله الصحة والعافية كان عنده وضع أمور كده اسمه أسامة دلوقتي بقى مدير مكانه في المدرس الخاصة فمدرس قال لي أسامة يا ابن الكلب أسامة ده ابن فتحي عمود أستاذ فتحي سابق في التعليم في مصر وتفاهم الأستاذ فتحي إني ممكن يعفو عن المدرس الودء أسامة الشائي اللي كان في قولة إعداد ده قال لي بابا إيه كلمة عمري بانساها قال له يا بابا لو سمحت إنت تتنازل عن حقك إنما أنا أرفض إن يقل يا ابن الكلب شفتوا بقى أنا فاكر حدثة جميلة في حياتي من تاريخ حياتي إزاي أنا بقول بقى نفس الكلام لو بتتمألس على نفسك ما تقولش إيه نفسي وأنا حر فيها لأ هتخشي النار بلد ليه لإني ممنوع تعمي كده هم آه آه واللسان يطلع وأنتو عارفين وأنتو عارفين ومنهم من يلمزك في الصدقات قالوا كلمة واحدة إن الله عن صدقة هذا لغني يعني الأنصار دعوا إلى إلى الصدقة والمهاجرين وكلك وعبر حمار بن عوف كان معاه تمن تلاف داب أربع تلاف صدقة وادخرة لأهله أربعة أبو عقيل بقى الأنصاري كان بيسئل أرض باثنين ساعة يعني باربعة كيلو تمر ودى الأولاده اتنين كيلو تمر وجاب اتنين لإخواته الغلابة اللي جايين من بلاد بعيدة كان ينبع والسلام بيجمع للناس الفؤر الغلابة صدقات هو ما بيكلش الصدقة سيدنا محمد بشيتوا عارفين كده شطار برافو برافو سيدنا محمد والسلام لا يأكل الصدقة أبدا ولا أهل بيته ولا واحد من اللي بيخدمه هو قال كده خادم القوم منهم يعني إيه الخدام بتاع سيدنا محمد زي سيدنا محمد زي مراد سيدنا محمد لا يأكل الصدقة مش زي سيدنا محمد إنه يكون مليعني ومعصوم أحسن فيه مخاخ إيه مخاخ شمولي شمولي على طول شمالي زيه في إيه بيكونش الصدقة أودلي أو إن اللي هو حلو فالمنافقون لقوا أبا عقيل اللي هو أبا عقيل يعني جايبت لين كيلو تمر والنبي أرسالي سيدنا محمد بقى أنطرهم فوق الصدقات فقالوا بقى ربنا محتاج صدقة ده قادي كلمة المقلتة ده اسمه اللمز اللمز بقى إيه قال يعني وإحنا طبعا ثقافيتنا لمز حوش حوش يا ما جاب الغراب لأمه النار في سيدر اللي يعمل كده فلا يغرنك ولا يا ما جاب الغراب ولا تتبع لنوكة الفيس ده كل ده من اللمز وكل ده من العقاب وامراته معرفش مين وقال لها عيسدية يتلوصصة في القلب كل ده محرم شرعي إضحك بالإيه بالحق كان يمزح ولا يقول للا حقها خلود نشوف يلا يا خلود السلام عليكم عليكم بقى كويس هأكل ثلاثين مسكين لحم وروز وانا دلاتي حاليا عملت العملية ولسه طبعا ما ولدتش فمش عارفة دلاتي مش انت قلتي مش انت قلتي ابقى كويس هاي والوادي ينزل كويس اه انه هو يبقى كويس اه لا يعني انا قصد يبقى كويس كاشعة وفحوصات ولا لما تولدي انه هو يبقى يعني انه هو في الحالتي يعني في الاتنين انه هو يبقى كويس من الاشعة اوكي خلاص ما فيش مشروع والحمد لله دلوقتي اطمنت انه كويس هو انا اطمنت انه هو كويس الحمد لله بس لسه طبعا ما ولدتش خلاص عايزة اجيلي عايزة اجيلي لما تشوفيه بعيني كويس ممكن اوي عايزة بضاري خلي ربنا يكرمك لان انت كلامك عايم اللي كلامه عايم مخير يعني اللي عنده فيه كلامه احتمالين ابني يبقى كويس وانا اعمل العملية هاكل تلاتين واحد لحمة وروز يعني هاجيب مثلا عشرة كيلو لحمة اصلي ده خمسة كيلو لحمة كيلو بتقطع ثمان حتة خمسة في كان في ثمانية باربعين اولي اربعة كيلو اربعة في ثمانية بثمانية وثلاثين وانت تاكل حتة والراجل ياكل حتة وثلاثين رغيف عيش من المنور ده ابو خمس برقايز وتعجيني حل ترز وتعملي كل بتاعه حلو ده ندرك اللي انت ندرتيه ولازم توفي به الا اذا كنت عاجزة تنفط صومي ثلاث يام وتريح الدني لو انت عاجزة انما منتش عاجزة تقدر تجيب اللي اربعة كيلو لحمة في سبعين بين مئتين وتمانين تدخلك في ربعمائة جنيه ولا حاجة ما فيش مشكلة تعملي الكلام ده بدري لاني الفحوصات قايت لك انه كوي انت مش مقتنعة بالفحوصات وعايزات شوف بيقول وياء على عينك وتقول هيه حلوة هو برضو ان شاء الله مش هتوفي النازر وحتروحي وتودي نفسك في داهية لان اللي بيأجل ده ما تاخدش منه راجع هو ما بقاش كويب انا لسه ما ولدتش طب لما تيجي تقولي دي قال له انت يعني شايفه كويس يا ربنا ما كل بعيطة هو انا عشان ااكلك تلاتين واحد لحمة لازم الوادي يطلع عذاب ومتضرب وبيجري الضحية كلام ده ما ينفعش قلتي نفيزي على طول من بكرة صبح او النهاردة هاتك امكيلوا لحمة خل ربنا يبريكلك وكملك لان احنا لما روحا لبقى مروحانين مترددين يعني مش هننفع يا امي ابدا يا الله يا عمين تاني معاي ام محمد جات ايه يا الله يا ام محمد سلام عليكم وعلكم السلام ازاك يا دكتور مبروك ربنا يا ستوريك كل عام انت طيب وكل لحظة وانت طيبة يا ام محمد انت طيب انا دكتور مبروك عايز اقولك على يعني جت لجارتة في 2011 قال في السلام يا رب الله يسلمك وركبولي دعامة في القلب لا اله الا الله اه الحمد لله فجيت امناول روحته للدكتور قلت له نقاسوم ولا افطر انت معاك دعامة واحدة لما هقولك اهو انت ركبت دعامة واحدة اه ركبت دعامة دعائم ولا دعامة دعامة يعني واحدة اه والدكتور كتبلك على العلاج اللي قبل الفطار وبعد الفطار وبعد الغداء وبعد العشاء ايوة والاجل السيولة وقلت له اه طبعا وقلت له قصوم ولا لا قالك محتاجة مية كتير قلت له قصوم قال لي جرابي ده الكلام ده في رمضان عم ناول ايو فانا جرابت صنة 14 يوم وجيت ما قدرت شاسون تاني روح له لقى عندي تسلف الشريان التاجي لا اله الا الله ده انت هتخوفين نتخين افتر دلوقتي ركبلي ركبلي ده عمتان كمان لا اله الا الله في اجازة العيد يا دي النهار لا بيض وبعدين دلوقتي وجيت اقول له دلوقتي برمضان السم والله افتر قال لي جرابي جرابي تاني بس سؤال سغير هو اللي حصل للشريان التاجي كان بسبب السم انا قمت بالليل كانت ليالي اقوم رقي ناشف مش عارف اكمل سياه طب ما تكمليش فانا لما رفت المستشفى ما تكمليش لما تلاقي رقيك ناشف وانت عندك القلب ودعمات ومطلوب لك مية كتير جدا لما تحس بالعطش اشربي على طوك ومعزورة وقلبك طبعا مش هيرجع شباب تاني والدعمات مش هتتشلل ابدا فالطلع على كل يوم اطعم سكي معلك السيام تاني لا بعد رمضان ولا غير عند اثنان وستين سانة فانا عايز لا لا وعندك اثنان وستين سانة انا ما انهم للسن احنا على حسب الحالة يا بنوتا احنا على حسب الحالة الصوم ده حسب المقدرة المقدرة مالوش دعو بالسن ممكن واحد عنده خمسة وتمين سنة واكس فادوكس بيرفكت اكتف ايبل كان فاست ده ده يصوم واحد عنده عشرين سنة وحيموت وعنده دعمة في القلب صوم ايه اللي حيصومه ربنا غني عن هذا الصيام اللي يجيب الدعمات ويود في دهي الله يرحمه الامام الشافعي له كلمة انا بعشقها من مليون كلمة بعشقهم ده مليار قصدي يقول ايه لو مريض في رمضان لو صام يتهاود بعد عشر ايام يتهاود يخف ولو ما صامش يتهاود بعد خمس ايام يفطر شفتوا كلام العلماء شفتوا كلام الناس اللي فهم الاسلام لا اله الا الله الراجل ده هيصوم بس هيخف بعد عشر ايام لو صام انما لو كل كباب الحل بقى وعاديلها تشرب مياه يخف بعد خمس ايام الامام الشافعي يقوله افطر عشان ما تطولش فترة مراضك شفوا الاسلام الحلو ما تطولش فترة احنا عندي ناس يقولك ايه لا ربنا حيقدرني لا لا يا لهوين ده ده دينه مدابس والله دينه مدابس بتاع لا ده انا عمري ما عملتها ما هعملها غزبانك هتعملها ايه يعني ما هيتيجي في اخر الزمن يشلوك مربع على الحمام وانت عمرك ما عملتها تعمل ايه بقى تعمل حمام على السرير لا يشلوك انضف شوي لازم الناس تتعايش على ان الحياة دي اسمها دنيا الاغيار انا عمل فهم مجلد ده دي كده دنيا الاغيار يعني الدنيا اللي بتتغير مرة صحة ومرة مرض مرة غنى مرة فقر مرة غضب مرة رضا واللي ما يفهمش الكلام ده هيعيش اسوأ حياة اللي ما عرفش من دوام الحال من المقال هيعيش اسوأ حياة سلوة سلوش انا بيه سلوة بس حانت قولي يا سلوة ألو ستنا أهلا وسهلا ألو ألو أيوة أيوة دكتور مبروك نعم يا فادم وانت طيبة لو سمحت انا ليا سؤال يعني هو يعتبر مش عارفة سازك بقى ولا ايه لا ولا يهمك أنا عايزة أعرف طريقة التسبيح السليمة طريقة ايه التسبيح حاضر حاضر لأننا يعني هما 33 السبحة 33 99 33 33 33 33 33 ولا إله إلا الله بقى دي يعني أنا مش عارفة يعني بعد كده ولا ايه ننسى السبحة ونتكلم بقى بالعلم يعني ايه التسبيح وحقولك فيه معلومة بـ 80 مليار جنيه دهب عيار مية عيار مية شوفي السبحة دي انسيها لا قدامي مش حادر انساها اهي في ايدك اهي دي بعد كل صلاة بعد الخامسة سبحان الله تلاتة وثلاثين الحمد لله تلاتة وثلاثين الله اكبر تلاتة وثلاثين كده ختمنا الصلاة لو نقدر نعمل ده ما قدرناش الكلام ده سنة نقول السطر رمينا السبحة شكرين يا سبحة فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون السبح والظهر وبالليل وفي كل وقت ايه هو سبح يا جدع هاو يعني ازاي تسبح اه ده اللي انا حقول عليه ده اللي انا حقول عليه نقطتين اتنين يا ربي علمنا اول نقطة البوق يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اتول every time سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم البوق قال رواها ان دولتوا الف الميزان وحلوين اتكلمة تانية بقى مربط الفرس بيت القصيد البرينسيبال ايديا المينينج ان من جواكي تكون مصدقة ان مخك زبالة وان انت اللي بتودي نفسك في دهية وان ربنا بريء من اكادي ادي معنى التسبيح وزيك انا فرحتي بسؤال جدا ازاي التسبيح موش سبحاني 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 لا مع سبحان الله وبحمده باللسان يكون فيه اعتقاد من جوانا ان احنا اللي بنودي نفسنا في مليون دهية وان ربنا بريء من اكادي لما قالها سيدنا يونس ربنا نجاه نادى في الظلمات قال لا اله الا انت سبحانك سيدنا يونس اني يعني يونس اني كنت من الظالمين ومش كنت ودلوقتي مش من الظالمين لا لعموم الازمنة التعبير بكان يشمل الماضي والمضارع والمستقبل التلت ازمنة يعني يا ربنا نبارح ظالم والنهاردة ظالم وبكرة ظالم إلا متعصمني إلا متعصمني يبقى التلاتة عندي التلاتة دول لو استقروا في قلب المؤمن حيبقى تسبيحه سليم انما اي واحد ما سيك السبحة يا حبيبتي وبيقول سبحان الله الحمد لله ولا إله شبحانه في الحرم ومن جواه بيقول أنا موكوس ليه يا ربنا عملتي ايه يا ربنا عملتي انا عملتي دنيوتي دنيتي تسبيحه سبالة وتسبيحه صفر وكل اللي بيعمله سبالة مدام بص كده وقال انا معرفش انا عملتي ايه يعني انت ظالم انت انت اللي فوق ما انتش عادل انا معملش حاجة ده انا بصلي لك وبصوم ربضات شتندي لي شوية دولارات والبنت انت تتجوز حبوكشة ابو عربية مكشوفة والدنيا تبقى معايا ايه وان الكلام ده التسبيح زند على اللي بيعمله ووباء عليه اللي يسبح ربنا يعني ايه يعني يبرق ساحة ربنا من الظلم القزارة والوساخة والنجاسة والتخلف وكل حاجة ليه يا انا عقلي ده اللي هو وحش انت بريق يا رب ادي معنى سبحان الله سبحان الله يعني ايه انت بريق يا رب هم المين اللي راح في ده يا مين اللي وده انف ده يا انا انا مي مي كان زمان في الانجليز يقولك ايه يا مي السابجكت والأوبجكت كله دلوقتي بقول مي ام اي يعني انا كله لو انت متأكد انك انت سبب بلويك ربنا هيكرمك لو سيتك شايف روحك نورونج واتول رايت فاكت وانك انت عمرك ما تبقى مستيك ان شاء الله حتتويكس اكتر من انت وربنا مش حيساعدك انا بتكلم زيه المس ناخدش قولي يا اشرف راية سعدت الباشر راية كيف الكلام ده اشرف انا رايي ان انا بحب اي حاجة انت بتقولها الله يك الله يسترك وينصرك ويسترك تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض امين يا اشرف اليوم التين وياك وكل من يشاهدنا بحبك بحبك كده بص حبك الله يا اشرف يعني انا نجاهد لي عشر دقائق بخمستاشر جنيه ولو باعدوني مية وخمسين دقائق تاني يا خبر ابيض يا سهير هانم يا سهير السلام عليكم وعليكم السلام اه تامر انا كنت كلمتك ببارح اه على تامر ابني تامر ابني عشان ايه فكريني تامر ابني اللي كنت جبتله التاكس اه انت شاترة وشاملولة ايوهات وجبتله قابلة يتجوزها مش هبقى مش هامل بيت وحتعملوله عملية تلقيح صناعي عشان يخلف مش هامل بيت ومعرفش طريقه اه طب الله يا ابرا ابو علي رايحك مش هو كبير عادت ادور عليه دواري علي مش هيسقل عنك عشان يطلب طلبة كبيرة هيشرط عليكي تحضريله قلقاسة يعني عشرة تلاف جنيه صحيحة عشان يرجع وانت تقوليله حاسبهم عند الجران يقولك لا قابليني الساعة 4 في محطة مصر حيمثل عليك فيلم سهير انت غلطانة في التربية يا سهير يا اللي جبتي بس قرار وانا بقوله يا واد اسمح كلام امك واتق الله واحترم نفسك وارجع لي ماما سهير حبيبتك واسدد لها فلوس التاكسي واعتمد على نفسك وحاول تصلح روحك بس انت بواسط الدنيا يا سهير انا لازم اقوله ارجع ما تنكتش على امك اللي عايزة تشوفك وبتحبك واقولك انت لازم تسبحي صح يا سهير الليلة ياخدي لازم تروي سبحان الله وبحمده انا المحقوقة سبحان الله وبحمده انا الغلطانة يا ربي انا مربتش كويس اه ياخدي فاتن بتقوليلي ايمان اه يا ايمة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل السلام حددك طيب صحة والسلام افنة اه دكتور معلش عندي سؤال بس اه لو الدورة قعدت مدة طويلة تقعد افضل فترة كده طبعا اخرك خمستاشر يوم صح خمستاشر يوم في ناس قالولي عشرة ايام وبعدين سومي بس ما تصليش خلي الناس يقول يناموا وتغطوا عشان احيانا الحر ما بيبقاش باين قوي اخر حاجة خمستاشر يوم وبعدد خمستاشر يوم استحاضر الناس اللي قالولي كمين صحش نقول ناس قالولي دين غالي فلازم نعرفه من العلم بس تفضلي فترة ايا اتكلمت حضرتك يا وانت متأكد او شكرا يا ايمان مين قلتولي تاني ها عابلة عابلة حسن الوعز ميه دا دلوقتي ايه 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 فاضل دي ايه او حسن الوعز فيها دي ايه ايه ابا اقول ياريت احلى كلام اقوله اللي هو كلام الموجه الى من كتب علينا الصيام ونحن نسبحه حق التسبيح فنتهم انفسنا ونبرئ ساحة عدله فهو سبحانه وتعالى العدل المطلقه الذي لا يضم الناس شيئا واقول اللهم اردد الينا وعلينا عقولنا الغائبة وقلوبنا المشرجة ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تؤاخذنا يا رب بما فعل السفاء منا ولا تؤاخذنا ان سينا وقتانا اللهم ان خواطر قلوبنا لا تحاسبنا عليها وهذا من رحمتك بنا فاجعل كل خاطرة فينا علاج سوق ورجاء امل فيك ان تكشف عنا ما نحن فيه وان تجعل بلادنا سقاء رقاء غنية فتية وان ترزق راسئسه التوفيق ومن يعاونه التوفيق وان ترزق كل مصري قناعة بانه لا بد ان يعمل كي يعلي راية بلاده وراية دينه وان تجعل امتنا الاسلامية متحدة القرار والكلمة حتى تقضي على كل من يدنس حروماتها ومكانة بيتها الذي اسري فيه اليه بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد قاتم النبيين وبحسن الوعدي تمتلك القلوب وصخر الطبع من لين يذوب فقل المسرفين ألا رجعتم فإن الله يقبل وان يتوب ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب ولكم تهيحة لقاكم غدا ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله